موسيقى يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وألطف ناس في الدنيا حبابي الغاليين يا رب دايما متجمعين وأهلا بيكم في حلقة حلوة جدا طبعا عشان النهاردة يوم الحل للحلوين وصفاتنا النهاردة مفيش لا أحلى ولا أسهل ولا أجمل من كده هنعملها وإحنا مبسوطين وعند كلها وإحنا مبسوطين أكثر ليه بقى لإنها كده أيمة على فاكهة الموسيقى عايزين تعرفوا هي إيه؟ بعد الفاصل استنونا موسيقى بصوا يا جميع عشان نبقى واضحين مع بعض كده أنا المانجا تطلع وأمش عارفة أعمل فيها إيه ولا إيه ولا إيه ولا إيه؟ حلو وحلو قوي وحلو كتير وبصوا بقى أشكله ألوين من الحلويات وحادق أيوا طبعا المانجا كمين بتتعامل حادق وبتبقى خطيرة مخلل وأعمله لكو في الموسم ده أول وصفة معي هي هتبقى بالميل فيه بس طبعا أنا أقدر ألغي الميل فيه خالص وأشتغل بإيه؟ بتجلش عادي جدا أحمصه وزي كده إنه أطعم مكعبات وأشتغل بيه على طول زي الميل فيه تعالوا قلوكو بقى وصفة النهاردة بتتكلم عن إيه؟ وأبدأ إيه حلو جدا جدا وهتعجبكو قوي يلا بينا نقول المأذير كسات الميل فيه بالمانجا أول حاجة أنا عايز أربع يكله بس ميل فيه مش أكتر من كده بيديني كمية زي ما قلت لكم ممكن أشيل الميل فيه خالص وبدله بيه الجلاش وقطعه وحمصه تخميصة بسيطة كده ويبقى شغال معي زي الفل طيب عنزي هنا كريمة المانجا عبارة عن إيه؟ عبارة عن ستة معلق كبيرة جبنا كريمي وبعدين باكت كريم كارامل وباكت كريم شانتي وربع كوباية حليب مكسف تمام وعندي هنا كمان كوباية لبن ساقة وكمان عندي هنا نصف كيلو منجا متجمدة وكمان عندي هنا منجا مكعبات تعالوا نقول تاني عندي هنا المقادير ربع كيلو ميل فيه عليه ستة معلق كبيرة جبنا كريمي وباكت كريم كارامل باكت كريم شانتي ربع كوباية حليب مكسف محلة وكوباية لبن بردة ومنجا بقى نقطحها مكعبات وشوية منجا كمان على الوش شوية ايه بقى؟ هنعفرش كده من الزرعة بتاعتنا على وش كل ايه؟ كل كاس التقديم والفهنة المقادير بسيطة جدا وهقول لكم على البدايل كمان لو عايزين تجيبوها الموضوع مش مكلف بس النتيجة خطيرة وعايزي أقول لكم هي شبه بشكل كبير فاكرين من روز باللبن الحلو لأ الكشر الحلو روز باللبن الحلو مهو اكيد روز باللبن الحلو الكشر الحلو ايه حاجه زييها كده الكشر الحلو يعني شبهها بس هنا تقدر تقوله ايه بورد الكشري بس طيب اول حاجه هعمل الكريمة بتاعتي الكريمة بتاعتي هي ايه؟ الباكت الكريم شانتي كله جاهز بسو باكتات ورمو ويبكت الكريم كارامل وبعدين تعالوا الأول نضربها باللبن الأول كده ويفضل طبعاً يكون عندي سواء هضربها بمية سواء هضربها بلبن تكون ساعة وبعدين هقلب كل ده واضربها تخيلوا كده الطعم كل الحاجات دي مع بعضها مع المنجة اشتركوا في القناة طبعاً كل واحد وليه اتكيت في أكل المنجة طريقته يعني طريقته في أكل المنجة في اللي بيحب يأكلها أنا مثلاً بالنسبة لي المنجية وأنا واقفة على الرخامة أروح وكلاها على طول في ناس لازم تتقطع شرايا وتتقدم في كباية أو كساته اللي هو يعني غلبي يعني اللي هو مين هيأكل منجة يا رب محد يقول أنا لازم أقوم أعمل للبيت كله المنجة بالطريقة زيب وفي اللي هو بيستمتع بأكلها وهو قاعد على القرن عارفين منجة بقى منجة الحقيقة كلها منجة في اللي بيحب يعملها نصين ويأكلها بالمعلقة عايزوكوا تقولولي النهاردة طريقتكو المفضلة في أكل المنجة لا وكمان أحلى منجية يعني طبعاً فيه منجة عويس وفيه منجة فاست وفيه منجة زبدية وفيه طايمور وفيه الكيت ومشا عايز أقول لكو كام نوع منجة كام نوع منجة وسبحان الله كل منجية سكري كل منجية مختلفة في طعمها عن أختها فاقولولي كمان أكتر نوع منجة بتحبوه تعالوا بقى نوعد نضرب شوية موسيقى موسيقى تمام كده بقى تعالوا نحط الحليب المكسف المحلة وبعدين نحط بقى إيه؟ معالق الجبنة بتاعتنا جبنة كريمي بالقشطة من عبور لندا الاختيار الأفضل بالنسبالي سواء حادق أو حلو بالقشطة مش عايز أقول لكو بتخلي الموضوع كريمي قد إيه؟ والطعم خطير كأنكم بتاكلوا كده بقى كسات ها تشيز كيك تصدقوني بالمانجة بالملفيل خطيرة اهو وندرب كده موسيقى 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 بصوا كيس وكيس داني كمية حلوة ازاي؟ شايفين نوصل بولا وأنا مبتدية كيس كريم شانتي كيس كريم كارامل ربع كوباية صغيرة من حليب المكسف والجبنة الكريمي بصوا إداتنا كمية حلوة ازاي؟ بابتعالوا بقى نعمل ايه؟ نروح حطنها في الكسات بتاعتنا نجيب بس بولا الأول علشان نكسر فيها عندنا هنا ايه؟ الملفيل بتاعنا خلص كده خلصنا كمان اهو بصوا بقى الملفيل كده بقى نقصروا طبعا قلت البديل للملفيل لو مش لقينه لو هنستغلاء على طول على طول تروحي جايب الجلاش والتعملي يتقطعيه وتروحي مدخلاء الفرن على طول يروح ايه؟ واخد لون تروحي مقلبة انا مش عايزها متحمص انا عايزها متحمص بس مش غامل خلي بالك انا عايزها لون وكده تمام اهو بيدينا بقى كمية ايه؟ حلوة قوي لما بيتكسر كمية اهو كمية معطبرة ايه يا منار شباح الفوليسي ازايك يا منار عاملة ايه؟ الحمد لله انت عاملة ايه يا امر الحمد لله حبيبتي بخير قولي لي ماذا عايزكك ليه المانجا؟ لا المانجا بص جيس باجا احنا بنجابها انا وغوزي وايالي ونحطها طبعا كده نقعد على الارض وبنأكلها على كده بس كده صح؟ انا بقول برضه اه مجيب توق ولا معالج ولا الكلام ده خالص اه كله كده بصي مفيش احلى من كده طب قولي لي اه ايه اكتر من جاية بتحبيها؟ العواسي العواسي اه جميلة بطراحة وبتعمليها بقى في وصفات تانية ولا بتكتفي ان ننسي بس بتكليها؟ لا احنا بنعملها اكتر حاجة بنكل على كده ومرات لما يكون عندنا ديوب نعملها عصير ما تيش ديوب بنكل على كده داي انا بقى هعملك كمان ده موسي المانجا حلو كده يعني معانا حابة حلوين نعمل منهم مصفات مانجا حلوة هعملك برضو عصير مانجا حلو جدا هيعجبك انت اصلا مانجاية انت امر انت ربنا يخلي طب ده يعني حاجة زي الامر لمصلحة الساعة حبيبتي ربنا يخليك يا مونار وسلميلي على ولادك وكل حبايبك يا حبيبتي نوصل يا حبيبتي وانت ايه فياكة والامر اللي انت الله اصبر عليه في صراحة والله يدعيونك الحلوة يا مونار والله والله العظيم انا متابعتك على طلوع الفيس بك وبصراحة امر 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 انا لو راجل كنت تجوزت صراحة البل عليك وعلى سياكتك وقمرك وعلى يعني ربنا يساعدك يا حبيبتي ربنا يخليك يا مونار مرسي يا حبيبتي على زوقك شكرا يا حبيبتي على المكالمة الحلوة دي بص بقى نحط ايه على الملفية كمان الكريمة الخطيرة اللي احنا عملنها اول طبقة بحط ايه الكريمة الحلوة دي وبعدين ارصص ايه طبقات الملفية كده وبعدين احط عليها كريمة تاني انا ما بطريش الملفية غير بيقل طريقة دي خلاص اجي بقى للمنجة الحلوة بتاعتي اللي انا مقطعها بقى ونروح مرصصها هنا كده ماشي حبه حلوين خلاص ونقول الو يا لامار الو ازايك يا لامار تمام الحمد لله عاملة ايه الحمد لله تكلميني منين يا لامار من قاهرة اهلا بيك يا حبيبتي من ورانا قوليلي بتحب المنجة قد ايه بص يا لامار بك تكلميني من التليفون بس اتواطي التليفزيون هذا ماشي حبيبتي اسلاميلي تمامها صوتي انا شكرا يا قفت اللي اتنين ايه يالله بقى لا انتي ولا لا تليفون ولا تليفزيون بصوا حطينا شوية تاني ملفيه ونروح نزلين بقى كده فلنمسح بس الكاس طبعا ممكن نروح حطين في كيس حلواني وعملين الحركة دي بصين مش مستهلة اهي شايفين الحلاوة غرقوها بقى عشان نحط المنجة بقى عليها تسقع في التلاجة اتنين فيه ده الطبقات بتاعته يحصل لها ايه تدوق كده وتاخد من التراوة بتاعت الصاص مهم جدا اللي احنا عاملينه او الطبقة الكريمية اللي احنا عاملينها وتطرى بقى وتكون مغنغة بالمنجة والكريمة فوق وتحت اهو تعالوا طيب بقى نروح لفاصة ونرجع نشوف برضو هنكمل تقديمها ازاي استنوا لا اشتركوا في القناة لسه عند نفس ذات الكسات بحط بقى طبقة المنجة الاخيرة انتم متخيلين طبعا من غير ما احكي لكم قد ايه سهولة الكسات دي وحلوتها بقى طيب في بدايل كمان بدل الجلاش اه طبعا عايز اقول لكم انتوا لو جدتوا بسكوت وطحنطو وعملتوا نفس الطبقات دي هي طلع معاكوا حلوة قوي لو جدتوا الكنافة وحلوة قوي وعملتوا نفس اللي انا بعمله ده هتطلع معاكوا خطيرة اذا بس مشمل فيه هو اللي هيطلع حلو جدا لأنا ممكن ابدل بدايل كتيرة اهم حاجة طبقة الكريمة اللي احنا عملناها بال عارفين كده التوليفة بتاعت كريم شانسي بتاعت كريمة كارامل حليب مكسف الحاجات دي كلها هي اللي هتدي لأي طبقات طعم انتي بقى واللي عندك نقول لاش بالنسبالك احسن تمام بصور اينا بقى مانجا ايه رايك يا نادا ايه الحلويات دي حاببتي اديني عنوانك ابعتلي الكاس من الكاسات الحلوة دي احسن احنا لسه جايبين كارتونة منجا مبارك هي تقول لي بقى ايه اكتر منجاة بتحبيها اللي هي السكري السكري بتحب تدخليها في اي حاجة ولا بتستمتع بيها كده انا بحبها كلها بس ما بحبهاش عصير خالص حتى المانجا ما بحبهاش عصير ولا بتحبيها ان انت تحطيها كده في طريقة حلوة مش عارف ايه بتحبي بس تكيها الصراحة ما جربتهاش في حاجة احنا بنا كلها بس لا انت فايت الكتير يا نادا لا يا نادا انت فايت الكتير يا نادا احنا بمتعلم والله حياتي ربنا يخليكي ربنا عبتنا ايه ايه امر الحلويات دي عببتي ربنا يخليكي بس بجد انت لو جربت المانجا في الحلويات ودخلتها في حلوياتك اتفرجي على الحلوة ايه اكيد بتبقى جميلة اه بتبقى حلوة جدا وطبقة الكريمة اللي احنا عاملينها دي بقى مش عايز اقول لك تحيز في كده ان حاجة ميزة مع حاجة حلوة مسكرة كريمية انا بحب الحاجات اللي ميزة جدا وانا كميد في الجون والناس اللي بتعمل مشاريع انا عايز اقول لكو انهم ممكن يقولوا الفكرة دي وينفزوها تبقى بالنسبة لهم اخرى طحفة اه بجد اسمال ايه دي حبيبتي وليلي بقى بتقودي تاكلها ازاي نادا المانجاية اه نعم نباش اقول باحنا على الملأ على الهوة صح احترم صراحتك يا نادا حبيبتي لابنا منفتاحها عايزي من نص وكده ما بحيزي ما بستطعماش كده طب ما عايزي منفتاحها من النص كلنا ايه المشكلة انا قدس كده ما بستطعماش لابا حلوة ايه وبعدين نمسك البزرة بقى ها صف حبيبتي الفة هانا ودايما عامل بحبك قوي والله بجد بحبك قوي بجد يما ببدأ يومي بيكي ببقى حاجة جميلة جدا يا روح قلبي وربنا يعني والله بسجل المكالمة بجد بافضل اسمحها طولي انوار بحيس ان انا بضحك من قلبي والله يا روح قلبي وبجد انتو اللو بتعملولي يومي اصلا ربنا يخليكوا لي دايما سمع صوتكوا بكل طير بحبك على وقفتك الجميلة يا رب محرمناش منك يا حاجة ولا من وقفتك ابدا يا رب صدقيني وانا يعني فرحانك جدا 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 ان انا بس كده في هات وخد معاك وده بالدنيا عندي وان الحاجة بتعجبتو حبيبتي ولا منكم يا روحي يا نادة تسلميلي شكرا يا روحي شكرا باي حبيبتي طيب عملنا الكسات الخطيرة نيجي بقى للاخطر بصوا يا جميع انا اللي هعمله ده يعني نابع من حب في الوصفة عارفين الويتش الويتش اللي هو بسكوتاية من فوق بسكوتاية من تحت وبينهما مسلج عارفينه انا هعمل كده هعمل آيس كريم ساندويتش ساندويتش عبارة عن ايه البسكوتا من هنا والبسكوتا من هنا وبينهما طبقة من الآيس كريم الخطيرة فالبسكوتا دي بتطرسلنا لما بتدخل طبعا مع الآيس كريم شكرنا شكرنا يعني انا ممكن افطر اتغده تعشق السناكس بالنسبالي احلى احلى آيس كريم طيب تهيلوا نشوف هنعمله زي يلا بينا اول حاجة عندي هنا الباكتات بتاعت البسكوت تختروها بقى كبيرة صغيرة اي نوع انتو عايزين وغال يرخيص براحتكو عندي بقى الكريم شانسي انا طبعا هعمل ايه هعمل كريم شانسي من الالف لليال يعني مش هجيب كريم شانسي وحطه ما بين البتاق وقلنا لا كريم شانسي طيب محتاجة اربع باكتات كريم شانسي ولبن ونص كوبات حليب مكسف وحط لو عايزين تحولوه لشوكولاتة فهنحط معلقتين كاكاو خام عليهم معلقتين كوبار سكر بودرة نقول كمان يلا عندي هنا آيس كريم ساندويتش عبارة عن ايه باكتات بسكوت شاي خلاص النوع اللي انتو عايزينه وبعدين عايزة بقى بصي تلاتة اربعة اثنين حسب الكمية اللي انت هتعمليها فهتختاري هتجيبي عدد الاكياس الكريم شانسي لبن نص كوبات حليب مكسف محلة معلقتين كوبار كاكاو خام معلقتين كوبار سكر بودرة وممكن بقى نروح مقلبين الساندويتشات دي كمان ماشي في في البندق الفوزدق اي حاجة او نسيبها كده براحتكو بردو خالص تعالوا نشوفها نعملها ازاي يلا بينا نجيب بولا ونبدأ نعمل ايه الاول الايس كريم عايز اقول لكم الايس كريم في البيت طعم تاني غني جدا جدا دينا كمية حلوة قوي وانتوا فاكرين طبعا حلقة الايس كريم ولسه كمان كنا عايدينها الاسبوع تقريبا اللي فات خطيرة في حتة تانية حرفيا طحفة حقيقي عايز اقول لكم ان انا عملت ايس كريم في البيت للأولاد وحطيته في علب كده بتاعت كأنها جاي من برا يعني بس مالهاش اسمي اللي عارفين اللي العلبة الشفيفة دي فقالوني ماما يا الايس كريم ده جاي لك قلتلهم اه قالولي طب هندوق قلتلهم اه ماشي تعالوا دوقوا هم اخدوا قالولي الله حلوة قوي بس بعرفوش اسم قلتلهم لا ده انا اللي عامليه خطير بجد بقولكوا ما صدقوش ان انا يعني مش ما صدقوش فيا يعني مش استقامة بنا لأ من كتر ما هو حلو جدا وغني جدا يعني وبقى ميكس مختلف من الأطعمة رهيب جربوا بجد الايس كريم هتلاقوه في حتة تانية في البيت طيب تعقوه سهل يعني تقليبة مقدير يلا حاضر ادي كده عندي هنا الكريم شنطي وعندي هنا السكر البودرة وعندي هنا الكاكاو الخام ثلاثة على بعض ونحط عليهم ايه اللبن ونقلب شوية كده ونشغل وعلى فكرة ممكن نضربه بالمية السقعة يلا 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 لحد مضرب نروح لفولسة ونرجع أكون مخلصة بس الضرب فيه الايس كريم ده قبل ما نحط الحليبه المكسر ونرجع مع بعض ما تستنون موسيقى 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 برصت هنا ايه طبقات البسكوت كده مرتاحة وغدين بالكو اهو وهنا كمان طبقة اهو دي اول طبقة تمام تمام تعالوا بقى نكمل ضرب هنا في الايس كريم بتاعنا ببصوا جماع قوموا بمعمل ازاي اهو دي اول طبقة خلاص لو لقيته البسكوت رؤية كده ممكن تحطه طبقة تاني عليه يبقى مسك نفسه اكتر برده طيب عنزه هنا ايه بقى الايس كريم بتاعي اللي انا عامليه بصقه هم عامل ازاي شايفين هو ده اللي انا عايز اوصله اوضل اضرب فيه لحد ما وصل القوم ده وبعدين احط بقى الحليب المكسف المحل على فكرة ممكن تس يعني دايما بقول يتعمل في البيت يتستغنوا عنه يتعمل في البيت ازاي حليب المكسف المحله عملناه من مدة كبيرة وبنعمله كل مرة تيجي قدامنا الكورسة ان احنا نعمله ما بنتاخرش يعني عملناه في حلقة الايس كريم علشان احنا استخدمنا ساعته حليب مكسف محله كتير عملناه عبارة عن ايه يا جماعة الحليب المكسف المحله نحنا مشتري ده بص كمية السكر البودرة قد كمية اللبن البودرة وربعها يعني ربع كباية مية سخنة يعني مثلا نص لبن بودرة نص سكر بودرة نص كباية ونص كباية ربع كباية مية ومكعبين زبدة بس كده تعالوا بقى نضرب كل ده ميش موسيقى 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 بيعمل موسيقى بصو بيعمل ايه بيخلي القوام ماسك نفسه اكتر اه بصو اه شايفين ماسكة نفسها اكتر راحين فيه خلاص اهو اوكي طيب خلاص انا كده بحاول اتخلص ايه من الحاجات عشان ما اشيلش كتير تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه يلا نجيب بقى عندي هنا واروح حتى كده على طول اهو وحط عليه البسكوت تاني وبعد ما يجمد بروح مقطعه بقى يا عم حسين يا عم حسين يا عم حسين ازايك يا عم حسين عمي ليه الحمد لله ازاي حضرتك الحمد لله عملة شوية ايس كريم بقى ايوة ما اقولكش ايوة بالزبط كده يا ربنا يخليك يا عم حسين ايه اخبارك الحمد لله ربنا يخليك كده ودائما كده يعني بيجيبين لنا اكلات وحلقات حلوة كده في سيفان كده ربنا يخليك ربنا يخليك يا عم حسين قولي بقى بترتب على نفسك في الحر ده بايه والله هي الايام دي يعني المنجا كده المنجا المنجا كده يعني الايام دي يعني الموسم بتاعها يعني طب قولي بي يا عم حسين ايه اكتر منجاة بتحب تجيبها وتاكلها نعم ايه اكتر منجاة نوع منجاة بتحب تجيبها وتاكلها اللي هي العويس كده العويس اه صح لا صاحب مزاج اندي عم حسين برده مش ايه حاجة صاحب مزاج ايه ربنا يخليك يا عم حسين ودائما نعم اللي اقولي درجة الحر tomorrow عندكم كم نعم درجة الحررة عندكم كم في أسواد والله يعني تقريبا ماردها 44 شي Trott oh مش حرر قوي بس الحمد لله في اني يm squaw كده طيب حلو قوي الحمدوالله يعني عن اليومون الفاطئة ربنا يلطف مش حطان عن اليومون الفاطئة طيب حلو قوي ربنا يلطفها كده دائما ان شاء الله فلك ان شاء الله نورتاني يا عم حسين شكرا هاتف تطول شكرا ربنا يخليك مع الفي سلامة بصوا بقى اروح مرصاصة كده تاني ها ويه اقطع بقى اهو يا دميانة ألو ألو يا دميانة كيفيك دميانة ازايك يا حبيبتي عامل ايه اخبارك الحمد لله انا بحبك قوي قوي يا حبيبتي من القلب للقلب بتكلميني منين بحب كل صفاتك ومتابعك في كل حتة على الفيس وعلى التلفزيون وفي كل مكان ده شرف لي صدقيني قليلي بتكلميني منين القاهرة اهلا بيك يا حبيبتي طب قليلي بقى يعني عرفين عبسك اكتر يعني اعرف قليلي ايه انا سامعيك ايه او معاك قليلي اعلقتك بالمطبخ الحمد لله بيقول ان انا شاطرة شوية ده اكيد طبعا بتعلم منك يا شيف لا يا روحي ده اكيد انتو شاطرين اصلا جدا يعني مفيش بعد كده انا بس بفكركم حبيبتي ربنا خليك لينا وديمان بنتعلم منك كده حاجات جميلة يا حبيبتي ودايما كده لقيين عندي الجديد قليلي بقى ايه علاقتك بالمانجا اه بحبها طبعا بحب طبعا ايه اللي هو انت بتقول ايه مانجة ايه كلنا انت عارف ان فيه ناس ما بتحبش المانجة لا ما دي بقى بس اغربهم جدا يعني مش فهمت ازاي يعني اللي هو فعلا ازاي ما بتحبوش ايه بس انا لسه فيه اكلات كده كنت بتكلم مع رانا مقنعش بيها الناس يعني عارف اللي هو وفرت يا سيدي يا اكل انا يعني الجبنة القديمة الفيسيخ نضيف عليهم المانجة الله كل الحاجات دي ايه ده تنزل القلب في المانجة صح؟ اللي هو متحبوهاش احسن برضو سيبوها لنا طب قوليني بقى ايه اكتر نوع مانجة بتحبين اه هو كله عادي يعني ايه حاجة دي جديدة كلها بس اكتر حاجة العواج السكري برضو شوية الحاجات اللي هي ايه ملحمة اوه صح؟ حبيبتي نورتيني وشرفتيني وبسوطة جدا ناسمات صوتك وارجوك كلمينة تاني يعني مش مرة وخلاص انا اول مرة كلمك بس مبسوطة قوي قوي يعني ونشت بقى اخر مرة يعني بجد انا المبسوطة جدا واتمنى فاني مكونش اخر مرة يعني عايز اسمع صوتك على طول نورتيني نورتيني يا حبيبتي مع الف سلامة مع الف سلامة بصوا ماشي بصوا نعمل ايه كده خلاص واروح بقى اجيب هاتي سعيد هاتي سعيد هاتي سعيد هاتي استاذ سعيد انا احطهم يا استاذ سعيد شكرا دول بقى الله استايحين لما الحقوش بصوا احنا مفروض ان احنا لما بنخلصهم خلاص المفروض ان احنا بنروح بنروح حطينهم ايه بقى في فصدق في سوداني عايز اقول لكم برضو الجوانبهم بتبقى شكلها حلو جدا وكمان بتاخد طعم حلو قوي بصوا عايز اقول لكم ان هم سايحين طبعا شوية لكن انتو هتقدروا ان انتو تصبوها وقت كافي طبعا واتطلعوها تقطعوها وتبقى معاكم جاهزة للاكل بصوا احنا دي كنا احطها اوكي دي كنا عاملينها بالكريمة عملنا النسخة بالكريمة وعملنا النسخة بالشوكولاتة تقدروا بقى انتو تشكلوها زي ما انتو عايزين وتقطعوها وتروحوا حطنها في المكسرات بقى ومقدمنها خطيرة ممكن على فكرة هتتقدم من غير مكسرات مجابعة تدخل الفريزر وتتقطع خلاص مش محتاجة مش محتاجة مكسرات هي بتبقى حلو قوي تعالوا نحطها اهي وبس كده دي كانت حلقتنا النهاردة يا رب تكون عجبتكو حلقة سأعارفين كده الله اين المرتبات دي بس كده كانت الميفي بي الكريمة الغنية و المنجا و كمان ساندوتشات الايز كريم ان شاء الله انتو كمان تعملوها وتخلوها مسكة نفسها اكتر شكرا لخير ان شاء الله من واحده لاثنين والاعاده الساعة ربعة صباحا باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة